موسيقى بعد أشهر من إعلان قرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وإغلاق الثفارات بالمملكة أنزل اليوم العالم الجزائري على مبنى الثفارة الجزائرية بالرباطة وكانت الجزائر قد أنهت مهام عبد الحميد عبداوي بصفة ثفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر بالمملكة المغربية وذلك بعد قرار الحكومة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وجاء في العدد الأخير الجريدة الرسمية في الجزائر إنه بموجب مرثوم رئاسي تنهي ابتداء من شسنبر سنة 2021 مهام السيد عبد الحميد عبداوي بصفة ثفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية بالمملكة المغربية وكان عبداوي قد عين الثفر للجزائر في الريباطة في أواخر شسنبر من سنة 2019 وذلك قبل أن يتم استدعائه من قبل وزارة الخارجية الجزائرية في الثامن عشر يوليو الماضية يشار إلى أن العلاقات المغربية الجزائرية تعيش حالة من التوتر والقطيع الغير المسبوقة منذ ثنوات وذلك بعد التصعيد الجزائرية الأخيرة والذي وصل حد قطع العلاقات الدبلوماثية مع المغرب وعكد إغلاق المجال الجوية الجزائرية في وجه طائرات المغربية واتهام المغرب باطلا بقتل ثائقين جزائريين بالمنطقة العازلة واعتبارها استئناف المغرب لعلاقاته مع إسرائيل موجه ضد الجارة الشرقية وفي خبر آخر قال موقع إداعة فرنس أنفو الفرنسية تحت عنوان أذمة الحبوب والبطاطس الجزائر تكافح لإطعام مواطنيها إن الجزائر تمر بأذمة اقتصادية خطيرة عزتها أذمة الغذاء التي تضر بالثكان فيما تنفجر الأسعار في الوقت الذي تريد فيه الحكومة التخلي عن مبدأ الضروريات الأساسية المدعومة وأوضح الموقع الفرنسي أن القمح جزء أساسي من النظام الغذائي الجزائرية كما أنه عنصر أساسية من عناصر السلام الاجتماعية وإذا نفذت الحبوب ارتفعت الأسعار وسيطر الصخط الشعبي على الشوارع أو ما هو أسوأ مضيفا أن الجزائر استوردت أكثر من 300 ألف طن من الحبوب من فرنسا خلال حملة 2020-2021 وتبع فرنس أنفو أن البطاطا هي الدعام الأخرى للغذاء الجزائرية ويعد توفرها هي الأخرى ضمانا لهدوء البلد لكن في الأثابع الأخيرة تعطلت الإمدادات بشدة وبلغت الأسعار دروتها وأعلن وزر التجارة أن البلاد ستلجأ إلى الواردات قالت جريدة لاتخيبيا والفرنسية أن المغرب يفاود شركة إيرباث هيلوكوبتر الفرنسية من أجل التزود بـ 8 مروحيات نقل من نوع 1225 أم كاركال وتعد مروحية 1225 كاركال تقيل متعددة المهام مقدمة من شركة إيرباث تعمل في كل الأحوال الجوية وظروف القتال شديدة العذائية مثودة بالأسلحة وتحمل المقاتلين ويبلغ طولها 19.5 مترا والسرعتها 324 كيلو مترا في الساعة والمدى 1300 كيلو مترا وتستطيع نقل 20 جندية بكامل معدتهم القتالية ويمكنها حمل 4.5 طن من العتادة وتتسلح المروحية بعدد 38 صاروخ عيار 68 ملم ومدفع الرشاش عيار 20 ملم عدد 2 مع 180 طلق ومدفع الرشاش 7.62 ملم عدد 2 والثواريخ مضاد للسفن وتوربيدات مضاد للغواصات وتأتي هذه الصفقة في إطار مواصلة المغرب لتقوية وتحديث الترثان الحربية لقوة المسلحة الملكية وذلك من خلال عقده للعديد من الصفقات لاقتناء أحدث المنظومات التقنية والقتالية خاصة على مستوى السلاح الجو حيث تم عقد العديد من الصفقات الضخمة مع الشركاء العسكريين للمملكة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أول قوة عسكرية على المستوى العالمي ويرى متابعون للشأن المغربية أن المغرب خلال العشرية الأخيرة قد عمل على تعزيز قدراته العسكرية بناء على استراتيجية دقيقة تهدف إلى تمكين قواته المسلحة من إحداث المنظومات العسكرية والحصول على أقوى العتاد والأجهزة الحربية على الثاحة الدولية حيث يتجه إلى تذوير القوات المسلحة الملكية بأنظمة عصرية ودقيقة ذات جودة عالية وفي ذات الثياق اختتمت يوم أمس الأربعاء المرحلة التحضيرية لمناورات شيباك 2021 بعد ثلثلة من التمارين وأوراش العمل هدفها التحضير لمرحلة التطبيق بالبحر على طول المصار الرابط بين تولون والدرى البيضاء ووفق مصادر عسكرية فإن المرحلة التحضيرية عرفت القيام بمجموعة من التمارين لمكافحة الحرائق ومناورات على أجهزة المحاكات وكذا قيام الفرقاط المغربية السلطان مولاي إسماعيل F-614 وكاسحة الألغام الفرنسية كابخي كوغن بتمارين للغوث وتتميز نسخة هذه السنة بمشاركة طائرة الخفر البحرية المغربية قراظ كيك إير 350 الحديث وبتخصيص حيذ لتمارين الخاصة بمكافحة الألغام حيث تعكف مفتشية البحرية الملكية على تكوين أطر في هذا الميدان المهم في أفق تعزيز أسطول البحرية الملكية بكاثحات ألغام في الثنوات القادمة ووفق المصدر تلعب هذه الوحدات دورا مهما في حماية الخطوط البحرية الرئيسية ومداخل الموانئ من أي عملية قد تهدد أمن والسلامة الملاحة البحرية أو فرد إغلاقنا لموانئ المملكة الرئيسية شجب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا داخل البرلمان الأوروبية مرة أخرى الميولاث العدوانية للجزائر بالمغرب الكبير وعموم المنطقة وقام نائب رئيس حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا النائب الأوروبي البلغارية إلهان كيوتشيوك بمساءلة نائب رئيس المفوضية الأوروبية ممثل الاتحاد الأوروبي الثامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قصد العمل على كبح ميولات الجزائر العدوانية في المغرب الكبيرة وعموم المنطقة بمفهومها الأوسع وفي هذا الصدد أوضح النائب الأوروبي أنه عاقب اعتماد قرار مجلس الأمنة رقم 2602 في 29 أكتوبر 2021 الذي جدد ولاية المنورسو لمدة سنة إضافية وألذم جميع الأطراف بالتوصل إلى حل سياسي واقعي دائم ومقبول من كل الطرفين لقضية الصحراء المغربية رفضت الجزائر كعادتها وبشكل رسمي هذا القرار وعبرت عن رفضها المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة وتساءل ما الذي يعتزم نائب رئيس المفاوضية ممثل الاتحاد الأوروبي الثامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فعله للضغط على الجزائر حتى تستأنف المفاوضات في إطار الموائد المستديرة وذكر نائب رئيس حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا من جهة أخرى بأن الاتحاد الأوروبي هو أحد المزويدين الرئيسيين للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر بالمساعدات الإنسانية وبأن قرارات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن هذا الموضوع تدعو إلى القيام بتعداد هذه الساكنة متسائلا حول ما إذا كان رئيس الدبلوماسية الأوروبية يعتذم دعوة الجزائر للامتثال للقرارات الدولية والسماح بتسجيل السحراويين المحتجزين في هذه المخيمات يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يثائل فيها نواب أوروبيون ومجموعات مؤثرة داخل البرلمان الأوروبي مسؤولية الاتحاد الأوروبي بشأن وضع حد لوضعية عدم القانون السائدة في مخيمات تندوف وإجبار الجزائر على التوقف عن إعاقة المسلسل الأممية الهادف للتسوية النهائية للخلاف المصطنعة حول الصحراء المغربية وفي خبر آخر جددت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء بلندن التأكيد على دعمها للقرار رقم 2622 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يرحب بجهود المغرب الجادة وآدات المصداقية من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية وأكدت المملكة المتحدة والتي تتكون من أنجلترا، ويلز، إسكوتلندا وإيرلندا الشمالية في بيان مشارك صدر عاقبا عقاد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي المغرب المملكة المتحدة وذلك بين الوزير البريطاني للشؤون الخارجية ليز تراس ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على دور الأمم المتحدة المحورية في مثلثل تسوية هذا النزاع من جهة أخرى أشهد الجانبان بتعين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا وجدد دعمهما الكامل لجهوده من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع كما رحبت المملكة المتحدة بإثام المغرب الجولي الإقليمي والدولي لمحاربة الإرهاب مشيدة بإحداث مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرباط وأعربت وزيرة الشؤون الخارجية البريطانية ليز تراس ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية ناصر بريطا عن قلقهما العميق إذا أتفاقم التهديد الإرهابية في إفريقيا خاصة في منطقة الثاحلة